طيب نروح بقى مع حضراتكم لملف مختلف حبتين ونهائي البطولة العربية لكرة السلة والحقيقة رغم كل حاجة حصلت في مباراة النهائي لكن الحقيقة كلمة حق لازم تتقال ان لعبتنا كانوا رجالة لغاية اخر ثانية في المباراة خسرنا امام الكويت الكويتي بنتيجة 77-78 في نهائي البطولة العربية للسلة اللي اقيمت في الكويت لكن الحقيقة لعبتنا قدوا بشكل مشرف جدا ليتوج الفريق الكويتي باللقب طبعا منقول لهم الف مبروك لكن احب كمان اقول انه وصل الاهلي للنهائي بعد تحقيق العلامة الكاملة في هذه البطولة فاز في نصف النهائي على كازم الكويتي وفاز الاهلي في كل المباريات حيث تغلب على الميناء اليمني والغرافة القطري والرياضي اللبناني وتصدر الاهلي مجموعته في مباريات الدور الاول من هذه البطولة محققا العلامة الكاملة اكيد بنشكر فرقتنا واكيد بنشكر جمهورنا اللي كانوا وراهم وكانوا دايما كالعادة هي دي طبيعة جمهور النادي الاهلي خير دعم وخير سند وان شاء الله اللي جاي احسن بإذن الله بص البطولة العربية لكرة السلم من البطولات التقيلة جدا زي ما حضرتكو اكيد عارفين بس لما جيت بصيته على سكور انت فاهم يعني ايه يعني 77 ل78 فاهم قدقية التنافسية كانت موجودة يعني مش لواء مثلا 78 30 ولا 50 ولا 60 حتى لا فتبتتكلم في جول واحد او سكور واحد او بوينت واحدة فلا لعبتنا لعبوا بشكل محترم جدا جدا وده في الاول في الاخر رياضة ما فيش ازمة اكيد كان نفسينا انهم يفوزوا بالبطولة العربية لانها تاني بطولة قوية جدا في كرة السلة لكن على فكرة انا من الناس المش مدهي ابدا لان فعلا التنافسية والفرق في النقاط حاجة لا تذكر يعني طبعا وبرضو لازم نقف تاني والحيي المصريين في كل مكان جماهير المصر وجماهير النادي الاهلي في كل مكان الحياة اللي كانوا مولعين الدنيا بالمعنى الحرف في المدرجات وبرغم ان كان كل شوية يعني اصعار تذاكر المباريات مع التصعيد كان بتزيد وبنسب مش قليلة لكن الحياة كان دايما فيه اصرار كان عادة من كل المصريين ومحبي النادي الاهلي انهم يكونوا موجودين فكل الشكر والتحية لي كريم فيه ناس بتسافر وبتقصط وبتستلف عشان تحضر يعني ورا الفريق بتاعها وورا الرياضة اللي هي بتحبها وورا الرياضة اللي هما بيحبوه فده بيبقى عشق هي حاجة كده ما تقدرش ان انت تلاقي لها تفسير ففعلا يعني قصة التشجيع يعني الجماهير المصرية موجودة والاهلوية موجودة في اي مكان في العالم لو النادي الاهلي بيلعب أو حتى لو مصر طبعا بتلعب فدي حاجة اعتقد مهمة وبعليه احنا الحمد لله احنا كتير بقى احنا كتير بقى احنا مئة وكام دلوقتي مليون يا كريم يعني مئة وعشرة حاجة كده ما شاء الله اه يعني يمكن مئة وعشرة وانا بعدي من صلاح سالم اللي هو المركز ده بتبقى الشاشة لعداد السكان طول ما انت عادي فيه زيادة بس على كل حال يعني حاجة اكيد بتسعد او كلنا بننبسط طبعا لما نحس الواحد ليه عزوة في اي مكان في العالم دي اكيد